اشتركوا في القناة وارتباطها بالاقتصاد الاجتماعي بشكل عام وذكرنا أن عملة الإلهام هي تقوم على العزم والإصرار وهذا لا يتعتى إلا من خلال في الحقيقة التداخل مع المجتمعات والتفاعل مع سلوكيات الأفراد والجماعات من خلال مختبرات الإلهام بهدف إلهام المنظمات والمؤسسات والمجتمع هو بالتالي يرتفع عندنا قدرة على التعامل مع المعوقات يرتفع عندنا قدرة على المرونة والتكيف وهي نسمحنا اقتصاد المرونة وأيضا تعامل مع التحديات واستخراج من هاي كل المعوقات والتحديات استخراج منها الفرص وبالتالي ترتفع عندنا مع عملة الإلهام ترتفع القدرات قدرة النزاهة قدرة التعاطف الاحساس بالآخر الاحترام للآراء الأخرى القبول بالتحدي القبول بالوضع الراهن وبالتالي تصنع موجات جديدة من الهام لذلك نقول أن ثقافة الإقتصاد الاجتماعي المستدام هي ثقافة في الحقيقة تقوم على مستوين المستوى الأول هو الظاهر اللي هو النزاهة والتعاطف والإحساس بالآخر اللي هو نوع الخاص صليعاته ما نراها بسهولة في المجتمع هذه كلها الصدق النزاهة التعاطف كلها نراها لكن الاغتصاد الاجتماعي الأقوى عملته تحتاج إلى والتي سوف تضمن الاستدامة هو أن يكون عندنا خصائص عادة نعمل على رؤيتها في المجتمعات من خلال المدى البعيد مثلا صناعة الروح ملهمة صناعة الروح ريادية في المجتمع يعني اليوم نحن في مجتمعات مثل اللي حققت النزاهة والتعاطف هاي بدأت تحقق الروح الريادية في المجتمع إذا تكلمنا عن أفريقيا فعندنا غانا عندنا رواندا هاي دول بدأت تسلك مسارها خلاص في النمو والصعود مصر يعني بشكل عام المغرب دول يعني بدأت عندهم يعني روح الريادة والعالية وليست عالية جدا طبعا من قارتها بالدول المتقدمة مثل الصين مثل دول الأوروبا ولكنها بدأت تأخذ طريقة وبالتالي هذا يطور ثقافة الاقتصاد الاجتماعي ولذلك نقول أن هناك في معاني للتنمية في اقتصاد الاجتماعي في اقتصاد الالهم ويمكن لو أخذنا مثل اليوم نرى أن فقدان العدالة حتى في التوزيع الحراري في بعض المناطق هذه حق أحد المناطق في فيينكس في أرازونا نرى أن مناطق الفقراء هي المناطق الأكثر حرارة بالرغم هي منطقة غريبة نرى نجد أن مناطق الفقراء التي ملونة باللون الأزرق القامج هي موضوع الحرارة وقصنة الحرارة نجد أن مناطق الفقراء أكثر درجة حرارة بدرجتين أو ثلاثة مناطق الأغنياء والسبب هو تلطيف الجو الذي يحدث في مناطق الأغنية من خلال الأشياء التي هي الزراعة والأشجار وغيرها من الأشياء والأرصف في طبيعة الأرصف وغيرها التي تقلل من الحرارة على مناطق الأغنية وبالتالي وهذه طبعاً موقع فوكس هاي دراسة كبيرة من موقع فوكس وهذه في الحقيقة نشوف أن الترابط بين مناطق الفقيرة والمناطق الأكثر حرارة يعكس أن عدم عدالة في الاقتصاد الاجتماعي حتى غير ظاهرة يعني راح نرجع إلى هاي المثل أن هذه المنطقة يمكن يكون عندها النزاهة والعطس بشكل تعطي الفقراء تساعد الفقراء ولكن مناطقهم حرارتها في نفس الشارع بس شارع آخر منطقة الأغنية نشوف أن الحرارة أقل والسبب هي مرة ثانية المراعاة والحرارة هي التي تأتي أيضاً بأمراض أخرى تأتي بالأمراض تأتي بالكسل تأتي بأشياء ثانية وبالتالي لاحظ أن نحن حتى في العدالة التوزيع الحراري لازم الرعي في الاقتصاد الاجتماعي وهذه هي الفرص التي تأتي في اقتصاد الهامنك ترصد مثل هذه الحالات وتأتي بحلول تسهم في تطور المجتمعات فالتعامل مع مشكلات الاقتصاد الاجتماعي هي التي تتحرك الاقتصاد الحقيقي فلما نحدد الأهداف وما هي مشاكل الاقتصاد الاجتماعي المزمنة في هذه المنطقة ثم نحدد العلاقة بين حل المشكلات وتنمية القدرات المجتمعية لا شك أن الفرص التي سوف نستخرجها في مجال الاقتصاد الاجتماعي وعندما نربط بناتها سوف ترتفع بسلوكيات الابتكار المناسبة للمجتمع فالمجتمعية قد يكون مجتمع مبتدئ وفقير جدا فعلى أقل في نعطي بعض المهارات الابتكار التي تساعده أنه يبدأ كيف مثلا يبتدي مرحلات الزراعة ثم يبدي مرحلات الاخراج منتج من هذا الزراعة يعني يرفع القيمة، ما يبيع المنتج الزراعي ولكن يخرج منتج من هذه الزراعة ثم ينتهي من رحلة التعليم ثم ينتهي من رحلة التوزيع وهكذا فهذا التوجيه الفضولي نحو حل المشكلة المجتمعية من خلال هكذا ابتكار يسهم في تطوير الأداء المجتمعي وبالتالي يسهم في صناعة الاستنتاج الهدف الأكبر والرفلكشن نقف عند طريقة حل المشكلة سوف نصير عندنا لطف رفلكشن ما يسمى الاستنتاج يعني راجع الانتاج الذي تم تحقق على أرض الواقع ونأتي بنتائج أكبر ونستشرف المستقبل الذي ممكن أن يحدث أيضا في هذه المنطقة بسبب مشكلة مثل هذه المشاكل التي قد تكون مزمنة في بعض المجتمعات ورح نفهم هذه أكثر لما ناخد دراسات حالة يمكن إحنا واحدة من الكيستاديز اللي إحنا نفتخر فيها بشكل كبير في اقتصاد للهام أنا أتمنى إن شاء الله من خلالكم أنتم كشباب وشابات وطلبة بشكل عام لدراسات العليا أن تطلع من خلالكم دراسات حالة أيضا تناسب مجتمعاتكم من دراسات الحالة التي إحنا نفتخر فيها دراسة مرحمة قاعدنا ثلاث شهور في هذه الدراسة وكانت في البوصنة في شمال البوصنة وذكرت أنا في المقرات الأخرى فلن أذهب بالتفاصيل ولكن ما يميز دراسة المرحمة أو دراسات أخرى مشابهة ناجحة ونشرنا في عدة ورقات علمية وحصلنا عليها جوائز وكتبنا حصلنا على جوائز بسبب الدراسات التي فيها أن نحن ركزنا ليس على الأثر الاقتصادي كما قلت قبل ركزنا الحجم الأكبر هو ركزنا على الأثر الاجتماعي لأننا ركزنا على الأثر اجتماعي فبدأ تكون واضح عندنا ما هو الأثر الاقتصادي الذي سوف نستهدفه وثم بدأنا نعمل على التداعيات التعليمية التقنية الصحية البيئية الزراعية وغيرها من الأشياء التي هي تسهم في صناعة الأثر الاجتماعي الأفضل الذي يسهم في الأثر الاقتصادي ففي قصة مرحمة مثلا رأينا من الأثر الاجتماعي أن الناس بدأت تصير تدعي الفقر صار مرض اللي هو كأنه هو مرض أننا نكرس الفقر وصارت الناس هي تقبل الفقر كظاهرة وتعيش في الفقر بينما قد تكون عندها قدرات تكون أعمار شابة تكون العائلة في أعمار شابة الناس ممكن لهم ضعفاء ليس كلهم يعني كلهم يستطيعون يمكن تسعين في المئة منهم يستطيعون العمل الحاجة التي تقدم لهم ممكن أن يكتسبونها من الموارد التي عندهم موارد طبيعية كثيرة في منطقتهم ولكن لأن الأثر الاجتماعي لم يكن واضح فبالتالي كان الأثر الاقتصادي فبتت فبالتالي ما تكون المؤسسة تنتج الخبز صارت تشتري الخبز تشوف الضعف التفكير الاغتصادي صار أضعف وأضعف أضعف بينما لما تركنا هذا المشروع في نهايته يعني أو لما مشينا عن هذا المشروع صارت المؤسسة تنتج الخبز صار عدد الفقراء الذين في القائمة عندها أقل صارت تستقبل الفقراء الحقيقيين الذي هو الفقر دائما صارت تتعامل مع الفقر ليس كحالة دائمة ولكن كحالة مؤقتة وقارئة وصار أيضا الناس صار عندهم تشبيك مع أجهات أخرى صار هذا المركز ما الجمعية صار مركز تدريب للناس كيف أنهم يقضون على الفقر وبالتالي صارت عملة الإلهام أفضل وبدأت الأمور يصير بطريقة مختلفة إذن نظرتنا أن نحن ننيد أن نرتقي بجودة الحياة أن نمي المجتمع نصنع المساواة هو ما يصنع لنا التطور الاستراتيجي السليم إدارة الموارد بطريقة صحيحة وفعالية التكلفة تكون بطريقة صحيحة وبالتالي يؤدي إلى أن نحن يصير عندنا قدرات على التعلم مدى الحياة البحث والتطوير والمشاركة المجتمعية تكون أكبر بشكل كبير فلذلك دائما نركز في الاختصال الاجتماعي مثل ما قلنا أول ما نبتدي كخبراء صاد إلهام كأخصادين إلهام على الأثر الاجتماعي وبالتالي أصبح مثلث الفقر بدأنا نتعامل معه بطريقة مختلفة فأصبح الهدف ليس هو أن نحن نساعد الفقراء ولكن كيف نخرج الناس من خط الفقر ونبقيهم خارج خط الفقر stay out of poverty أو to come out of poverty كان هذا الهدف الأكبر وأن تقاس أداء المرحمة أداء المنظمات والمجتمعات بكم هي أخرجت الناس من الفقر وليس كم عدد الناس اللي ساعدتهم ليس كم واحد وهذه مشكلة أيضا معظم منظمات المجتمع المدني هي تعمل على كم واحد ساعدت لا هي غير صحيح لازم هي كم واحد أخرجت من الفقر بطريقة سليم لذلك نقول أن متطلبات التعامل مع مع المجتمع بشكل عام واستكشاف فرصة نحتاج إلى تطوير قادة حساسين أو شيء أمثالكم ثم قادة من المجتمع أنتوا تعملون عليهم يستهدفون إنشاء وكلاء تغيير مبتكرين اجتماعيين وملهمين يمكنهم حل المشكلات الأكثر تحديا في العالم من خلال النظر إلى تحديات الاقتصاد الاجتماعي كفرص لمزيد من التطور الاقتصاد الاجتماعي هو في هو اللي فيه فرص الكبيرة وبالتالي ما نستطيع نحدد مشاكل الاقتصاد الاجتماعي المعقدة بالذات معقدة يعني من عدة أسباب مثل الفقر ذكرت أنها معقدة مزمنة أنها تحتاج إلى فترة طويلة للحل فلازم نفصل بين المعقدة ولمزمنة بشكلة نساء نخربط بين المعقدة والمزمنة لا المعقدة يعني تأتي من عدة أسباب ونحتاج أنها نفكك هاي الأسباب لما نعالج المشكلة وبالتالي نستطيع نحدد من خلال هذه المشاكل نستكشف ما هو الاستكشاف الذي نطلبه في الميدان من خلال الملاحظة وعندما ننزل كيف أن نستخرج مرة ثانية هذه الفرص ونحولها إلى عملات ملهمة ثم كيف نصنع الأثر بأقل مورة هذا هو التخطيط الطبيعي لأي مختبر إلهام يتعامل مع الاقتصاد الاجتماع لذلك نقول أنه في ترابط من اقتصاد الإلهام والاقتصاد الاجتماعي بمفهومة التي نفهم اقتصاد الإلهام أن نحن نعمل على عملة الإلهام التي تأتي من رفع القدرة مقابل الطلب داخل المجتمع وبالتالي تأتي من حل القضايا ومشاكل وتحديات الاقتصاد الاجتماعي الفقر البطالة العطالة عدم استغرار الأسر والمجرة التي نعمل على أن المجتمعات تستكشف قدرات هداتية وبالتالي تحل المشاكل وترفع الأثر الاقتصادي بطرق ملهمة وبأقل المؤارد لذلك وحتى لما نرى الشعار اقتصاد الإلهام مشروع الدول أقتصاد الإلهام أو المحر أقتصاد الإلهام أيضا نرى أن دائما نحن نقول أن أقتصاد الإلهام يمر فيه كأنه حلزوني يعني أول شيء نكون في جهود مركزة على مشاريع الأقتصاد الاجتماعي أو المجتمعات في شكل عام تصنع تأثير أو حتى المؤسسات حتى مشاريع مع المؤسسات ولكن حتى لما ناخذ مشاريع مع المؤسسات رح نشوف أول شيء ما هو والتأثير على الاقتصاد الاجتماعي تأثير هذا المشروع في حالة حلة كيف سيرتقي بالاقتصاد الاجتماعي ثم نأخذ المشروع كخبراء اقتصاد الهام أو كاقتصادي الهام بحيث نصنع تأثير في الاقتصاد الاجتماعي ونقلل من مشاكله ونزيد من فرصه وبالتالي هذا يساعدنا نستخرج جهود تساهم في التحول نحو التطور وبالتالي بدلا من النمو يصير عندنا تطور صحيح ويصير عندنا تقليل المشاكل وزيادة من فرص المجتمعات بحيث تكون هي مجتمعات سليمة healthy ومنافسة أي profitable ذات عائد لندها عائد لما نقول healthy وسليمة لديها تواصل قوي بينها وبين بعضها البعض تواصل مع مواردها أيضا ليس بين الأفراد فقط وبين المجتمعات فقط أو البشر فقط لا تواصل بين البشر والموارد موارد الطبيعية والموارد الأخرى التي متوفرة في داخل المجتمع ثم أقل شيء هو الموارد المالية التي ما نلجأ لها إلا في نهاية المشاريع فنقصد بالتغيير في الاقتصاد الاجتماعي إذن هو منهج علمي ميداني للتعامل مع الظواهر سواء الظواهر الاقتصادي المؤثرة على المجتمع أو المجتمعية المؤثرة على الاقتصاد يعني إحنا عندنا طريقين ياما نروح أنها أنها هي الاقتصادية وهذه أكثر حين ما نعمل فيه في اقتصال إلىها المؤثرة على المجتمع أو المجتمعية المؤثرة على الاقتصاد أيضا هذه واحدة من الوسائل ومثل ما ذكرنا الفقر هي ظاهرة اقتصادية قد تكون أحيانا وقد تكون ظاهرة مجتمعية ظاهرة مجتمعية مثل ما ذكرناها في مرحلة ظاهرة اقتصادية أنها فيه كورربشن أنها فيه فساد أنها فيه عدم توزيع للسلطة بطريقة صحيحة أو للتوزيع للباور أو لمصادر الدخل بطريقة صحيحة وبالتالي هي تمشي في دائرتين الدائرة الأولى دائما في هذه المنهجيات بناء العقلية المتجددة في كل الحالات نبني القدرات المجتمع أن يكون عندها عقلية متجددة ننهز فرضيات نعاول نبني فرضيات من جديد من خلال الميدان وليس من خلال المحاضرات من خلال الميدان من خلال الأخذ المشاريع صغيرة صغيرة بحيث أن نتغير عاداتها جزئيا ثم تغير سلوكياتها ثم تغير ردودها فعالها وأنا نتوقع أن دول مثل سنغافورة رواندا كمبوديا هذه الدول هي الدول الحديثة لها قصص جميلة في صناعة عقليات جديدة ومستدامة وأيضا تصنع استدامة صحوة العقلية واختناصها للفرص من خلال نزول الميدان بطريقة سليمة وبالتالي الدائرة الثانية هي تعمل على تطوير العقلية من خلال التعامل مع مشكلات الميدان واستكشاف فرص جديدة في مراحل صناعة النموذج الاقتصادي والاجتماعي هذا المفهوم هو اللي يؤدي فينا في الأخير أن نرتقي في مجتمعاتنا دائرتين دائرتنا نبني عقلية من خلال ملاحظة ثم عقلية من خلال التعامل مع المشكلات هذه الدائرتين هما اللي يؤدون اللي احنا فعلا نستطيع أن ننظر عظم العائد من الأصول ونستخرج الأفضل ما يكون من داخل الأصول البشرية الأصول البشرية فيها كثير من الأشياء فيها السلوكيات فيها العادات فيها الخبرات كلها داخل الأصول البشرية معرفة بشكل عام هي داخل الأصول البشرية ثم الأصول المجتمعية ثم الأصول الطبيعية وهي أيضا كبيرة جدا في داخل كثير من المجتمعات ما في مجتمع ما في أصول طبيعية لكن هو يريد أن ينظر لها بطريقة مختلفة حتى الصحراء الجافة لو هي صعبة لكن نشوف أنها فيها حتى سايبيرا فيها أصول طبيعية مهمة وبالتالي أيضا نفس القصة بالنسبة حق الأصول العينية أي البنية التحتية بشكل عام ثم آخر شيء للأصول المالية كما ذكرت سابقا هي اللي تساهم في تطوير المجتمعات المجتمعات تتطور بكيف؟ إنه نربط بين الفرص التي فيها وبدل ما نبتدي نحتمد على فرصة ونركز عليها وندعمها بالأصول المالية نزود مثلاً والله عدد الشوارع لا نشوف مرة ثانية هاي فرصة في ازدحام كيف نغير سلوكيات الناس فإحنا الفرصة الأولى هو ازدحام الفرصة الثانية هو سلوكيات الناس تحتاج تتغير الاستهلاكية الحياة عدم الاستقرار الأسري فأعمل من خلال الشوارع فأقدر أغير حتى الاستقرار الأسري ثم الفرصة الثالثة أني مثلاً أقلل الحوادث أحفظ السلامة يصير عندي بطريقة أفضل وهكذا فنجد أن هناك الكثير من المشاريع التي نمكن أن نعمل فيها من خلال رفع الجاهزية للتعامل مع التحديات في الاختصال الاجتماعي واقصة دهنية نصنع روح ملهمة روح فيها الإصرار والمتابرة لما تصنع روح الإصرار والمتابرة أنت بنيت الشغف والشغف هي العملة الأكبر حق عملة الإلهام أو هي المدخل الرئيسي حق عملة الإلهام وحينما نعمل في المشاريع الاقتصال الاجتماعي أيضاً نبني العقلية المتجددة التي تقوم على اقتناص الفرص ليس فقط استكشاف الفرص بل اقتناص الفرص بسرعة والاستثمار فيها بطريقة سليمة وبالتالي هذا ما يتألت من خلال مواجهة قضايا المجتمع مثل الفقر المساواة الهجرة التعامل مع الأمراض بشكل كبير الأمراض سواء الفيروسات مثل ما شفنا في كورونا أو الأمراض المزمنة أو الأمراض التي هي ننكم بكوبردزيز يعني هي لا تنتقل بالعدوى فقط ثم عندما تكون هناك وضوح أكثر لهدف الحياة فلاحظوا أنها تكون عندنا روح ملهمة وعندها صرارة يكون عندها هدف الحياة ونفس الشيء لما يكون عندنا العقلية متجددة نستطيع أن نواجه قضايا المجتمع سواء الحالية أو المستقبلية بطريقة سليمة وبالتالي نصنع مجتمع الرفاه والذي يقوم على الاندماج مع المشاكل المجتمعية والإحساس بالآخر بطريقة سليمة ومتجددة هذا المفهوم هو الذي يغيرنا المعادلة المعادلة الرأسمالية التي تقوم على الضعف تقوم على ضعف الإنسان أو تضعيف الإنسان أو تضعيف المجتمعات لأنها تقوم على العرض مقابل الطلب إذا مجتمع لا يوجد عنده مرة ثانية ممكنات لن يستطيع أن يكون عنده عرض كافي لكن القدرة لا هو لا يحتاج بممكنات هو الممكنات من داخله ويستطيع أن يستقل للممكنات الخارجية أيضا باستغلال أفضل لو هو فهم قدرتها فبالتالي المعادلة عندها تصبح التأثير المجتمعي وليس كم عندي من الدولارات أو كم أنا رح أبني من عمارات أو هكذا لأنها كلها زايل وهذه هي زوال الأمم أصلا من علامات زوال الأمم هو البنيان العمراني متى ما صار في بنيان العمراني بحنات بداية خلاص انتهاء يعني صار وصلت المجتمعات إلى البيك فحنت بتجي تنزل حتى لو شفناه في دول مثل أمريكا حدها تصل 100 سنة 150 سنة ثم تبتدي تنهار لكن من علامات استدامة الأمم التي استمرت فترات طويلة منها الحضارة الإسلامية وغيرها من الحضارات التي استمرت فترات طويلة هي استطاعت أن تبني تأثير المجتمعي صار عندها قدرة على أن تتوفر وتكون عندها جاهزية حق حاجات الناس في الوقت المناسب فبالتالي تستطيع أن تتوسع أو تستطيع أن تحافظ على توسعها بطريقة سليمة صار عندها قدرة على الكفاءة في إدارة مواردها بطريقة سليمة صار عندها قدرة على الفاعلية والأثر بطريقة سليمة وبالتالي تحافظ على مفهوم القدرة مقابل الطلب بدلا من العرض مقابل الطلب أتوقع أن أغفت معكم في هذه الشريحة ونكمل معكم إن شاء الله في الحصة الثالثة اشتركوا في القناة